طيب انت وطيلي اول مباراة اللي عبتها كان مع اتحاد اسكندرية ايه المباراة اللي انت لعبتها هاني وقلت ان انا خلاص بقيت اساسي وهمسكت فيها بيدك واسنانك انا افتكر مباراة المقولين العرب ويمكن دايما بفكر الكابتن علاء نبيل هو اللي مسكني كنت انا دايما في الكرات السابقة بطلع عشان بالعب بدمغي كويس ودايما علاء نبيل كان ايه كان علاء نبيل مانعرف كان مسكت في فريق المقولين لا كان بيلعب كان بيلعب لسه اه كان بيلعبه ايه عشان طويل فكان رجع يمسكني اه فانا جرة تلعبت طويلة فتلقت حطيتها جن فدايما انا بعتز جدا بالجن دا لان الجن دا ليه حاجتين يعني بدأت فعلا او الناس بدأت تحس ان احنا عندنا حد كويس حلاص بدأت يلعب اه انا كمان خدت السقة يعني خدت السقة بشكل كبير وبدأت يعني انت عارف لما الواحد بياخد السقة اللي جاية من الجماهير وخاصة لما بتلعب مع جماهير النادي الاهلي او بتمثل جماهير النادي الاهلي بتبقى تبقى حاجة كبيرة جدا دي نعمة اه طبعا جماهير النادي الاهلي دي نعمة طبعا لان جماهير النادي الاهلي انا يعني وطبعا فيه فرق عايزين نقول في السوشيل ميديا السوشيل ميديا بتغير شوية لكن انا في العصر اللي قبل السوشيل ميديا كان الامور مختلفة كتير والتشجيع مختلف بشكل كبير ما كانش فيه لتعصب الموجود يعني كان فيه ناس كتير زي ملكوية مثلا موجودة في حي عبدين كانوا مبسوطين بي طبعا طبعا بنحطيتهم بقى اه بالضبط يعني لا فيه حتى على مستوى الجماهير دلوقتي كمان جماهير النادي الاهلي اللي بتحب النادي الاهلي بجد هي اللي بتحاول وبتحارب في السوشيال ميديا علشان عارف قيمة النادي الاهلي الزروف الكتيرة اللي بتمر بيها أو بيمر بيها النادي الاهلي فدايما جماهير النادي الاهلي هي حماية زي ما بيقوله يعني طيب بعد ما جبت وجول انت حسيت بقى خلاص ان دا المباراة دي هي دي المباراة اللي انت وقفتك على رجليك بالتدريك طبعا لا بس انت حسيت بقى ان انا خلاص بقى دي تكسيقة وبتاعها دا علاء نبيل قال لك ايه بعد كده كنت صغير يعني ما تكلمكش خلص لا كنت صغير ساعتها ومحدش عارفني قوي يعني كان لسه لكن قال لي بجد انت جبت جول قلت له اه اتفرج عليك ويس حد لين جبت لها طيب كابتن علاء نبيل كمان من الشخصيات اللي محترمة جدا جدا احنا معنا علاء نبيل دي لوقتي لما اعرف ان احنا طيب حبيبي اه فانا بقول له التفاكر لما رايح نازل بتلعب من تمام مع هاني وجاب جول وانت واقف ما شفتوش حتى قال لي لأ فهو هيقول لك لوقتي الكلام وتعلق له عليه يلا بين هاني رمزي من اللعيب اللي هي كابتلعب في اكتر من مركز وده كان مريح جدا وبسم الله ما شاء الله كان كل مركز بيدخن فيه قوي النجم في المركز ده ونجم في المركز ده فكان بالنسبة ان هاني رمزي مريح جدا من الاعمدة الرئيسية لمنتخب مصر وكنت دايما لما كنت عاد مع كابتن جوري كنا نيجي نحط الفرقة ونيجي نحط الاسماء هاني رمز ده كان متواجد سواء هنا او هنا يعني في الاسماء المختارة او في التشكيلة الاساسية لمنتخب مصر فاعتقد ان هو كان لعب مميز جدا كان مكانه مش اي حد يبتقنه يعني كان بيلعب في نص الملعب في الفندر وكنا بنحتاجه ورا كسر دي باك او كاليبرو وكنا بنحط خطتنا نسبة جبيرة جدا في نجاحها كان هاني رمزي هاني بداية علاقتي بيه كان حتة الدولية او اللاعب الدولي اللي هو كان ابتدى بقى مسم الاحتراف او كان ابتدى فترة الاحتراف بالنسبة لها رمزي هاني كان ملتزم جدا فيه مواقف جديرة جدا كانت يعني كنت باشوفها كنتقول لها ده لعيب عالي قوي وكنت دايما كنت تسيقل حتى في الايام يعني بعيد بقى محمد صلاح كان اللاعب اللي فعلا لمع وثبت نفسه وقاوم الحياة الاحترافية اصلاح الحياة الاحترافية دي مش متعة دي يعني بالنسبة لعيبه كرة نقلة تانية خالص من النظام كرة في مصر هو الى احتراف بلد كبيرة زي المانيا وكان ملتزم جدا كانت نقلة كبيرة كان اللاعب المحترف ده بيضحي بحاجات كتير بمتعته بأوقات الراحة بتاعته بحاجات كتيرة جدا بيحبها لعيب الكرة كان بيضحي بيه عشان خاطر يوصل لهدف معي اعتقد ركنهاني رمزي من اللاعبه اللي هما اثبتوا نفسيهم في الحياة الاحترافية واثبتوا نجاحهم كنت اتذكر في واحنا بوركينا فاسو كنا بنقعد على الغداء طبعا الاكل كنا كلنا بش اقول اللاعبه بس كلنا كجهاز راحين هنشوف بقى نقعد في قتل ايه والدور الكام فيه السونى والدور الكام فيه الجاكوزي والتدليك في الدور الكام ووقت الاجتماعات والمطعم ازاي فجينا بحاجة تانية خالص حياة تانية خالص اه كعبارة عن كل اربعة يعودوا مع بعض في شليز غاير كده والاكل في قوضة من القوض بتاعت الشليز ده والترابيزة حار فيه واللعيبة قاعدة وبيجي لهم اكل يعني على حسب الامكانيات بتاعت الدولة او البلد كنا بناكل كان طبعا بتدينا في اول تلاتة ايام الاكل يعني ضعيف اه يعني حتى اللحمة كان لونها غامق كده شوية فاللعيبة بقى انت عارفة لعيب المصري اللي تقطق واللي يعمل واللي مش عارف ايه الوحيد والله كل كلمة بقولها بصدق الوحيد اللي كان الطبقة اتحطه قدامه وكان يعود يأكل ويخلص الطبق بتاعه ويروح قايم حطت الكرسي مكانه واخد بعده وروح ماشي هو هاني رمزي اللحمة كان لونها ايه كانت لحمة سودة اصلا مش غابة لا كان الموضوع صعب جدا تفرقين نفسه كان فعلا الحياة كانت صعبة واللي بيقوله كابتن علاء طبعا انا بشكره لان كابتن علاء كمان من المدربين المميزين جدا وكان استفدت في الفترة اللي حتى وانا موجود يعني لعبت معاه هو لعب وكان معك هو مدرب ومدرب طبعا مع منتخب مصر مع الكابتن جوري الله يرحمه كان يعني عامل شغل اكتر من رؤى طبعا البوركين نفسه لها لها ذكرات مختلفة واللي قاله كابتن علاء نقطة بس هاقف عندها ان اللعب المحترف مش هي الموضوع مش سهل مش مجرد الكلمة احتراف وخلاص لا مش حياة رفاهية بالعكس مش رح تلعب كرة وخلاص لا لا الموضوع صعب جدا جدا لما هتكلم حضرها كمان في مشوار الاحتراف لان اللي بيعمله محمد صلاح صعب جدا اي لعب مصر يعمله في الحاضرات اللي جاية مش عشان حاجة لكن ليه الاتباع الشخصية واللي هو بيبني نفسه بنفسه وبيهتم بنفسه بشكل كبير وعنده ايجنت اشتغل على نفسه اشتغل على نفسه وجايب ايجنت يعني حاجات كتيرة جدا موضوع الاحتراف موضوع صعب مش سهل طبعا ومحتاج لكن انت البوركينة فاسو اه طبعا ده طبعا جول احمد حسن ده ده الهدف بتاع احمد حسن الاولاني ده من الماتشات اتلعبت عشر على عشر والجولي التاني اللي احنا عملناه ده جون علامي جون علامي اه لا ارحبك كابتن جاري اه كابتن جاري طبعا كان بطولة عظيمة يعني انا طبعا بطولات كتيرة في مصر اه على مستوى البطولات الافرقية او اه الكاس افرقية كلها بطولات كبيرة لكن دايما الناس بتفتكر 98 تفتكر 98 لحاجات كتيرة جدا ان احنا يمكن طالعين طموح اه اه احنا كمان عندنا كان كان عندنا مشكلة مش مشكلة لكن احنا احنا اتعاهدنا احنا والكابتن جاري في الوقت ده ان احنا نقدم كرة حلوة ويمكن الوصول لدور قبل النهائي كان كان بالنسبانا اه كابتن جوهري كان بالنسباله خلاص يعني الموضوع بالنسباله اه كده تمام التمام وقال لنا خلاص احنا وصلنا قبل النهائي انتو كلاعيبة بقى نقلتو للكابتن جوهري احنا هنرجع بالبطولة كابتن جوهري كان عنده عنده رؤية كبيرة جدا عايز يرفع الضغط عننا بشكل كبير جدا قبل البطولة كان ضغط كبير جدا على اللعيبة خاصة مثلا الحسام حسن قبل ما قبل لم يتحارب قبلها لم يتحارب قبلها والفرقة عاملين ماتشاط وحشة قوي وما فيش اعداد احنا كمان اول ما رحنا لقينا الاجواء صعبة جدا جدا الامور دي كانت صعبة جدا الله يرحمه كابتن جوهري كان سابع عصره بشكل كبير جدا من اساطير التدريب انا بالنسبالي مدرب على مستوى عالمي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة